عايز أبدأ معك بالأهلي الأهلي وصعوده لنهاي دوري أبطال أفريقيا والمباراة الأخيرة أمام ماذيبي ومرة أخرى النادي مش مرة أخرى مرة خمسة على التوالي النادي الأهلي في النهاي الأفريقيا بأداء جيد ومميز على مدار البطولة في بعض الصعوبات وجهها الأهلي في بعض اللحظات ولكنه قادر حتى في بعض الأوقات لما يبقى مستوى منخفض بعض الشيء أنه يفوز ويعبر لمرحلة أخرى رأيك إيه فيما قدمه النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا حتى هذه اللحظة وأكيراً مباراة ماذيبي نقول في الأول ليه الأهلي بالمواصفات دي قبل ما ندخل في تفاصيل الكورة أنا كورة فيها تفاصيل كتيرة نروح لكل حاجة آه يعني فيها شوية حاجات كده أنا رحت اللي تفرجت على ما تشوف الأستاذ فشفت بقى القصة كلها حلوة أول أنا بس أوضح أنه الأستاذ مختلف تماماً على التلفزيون كابتل ريضة شايف بقى تحركات اللعبة من وقفين مش عاجات اللي أنتو بتشوفوها حضورتي مقدام الشاشة يعني فعشان كده بقول لك ليه الأهلي لأن الأهلي خلاص إنت لما بيعد عليك من موقف مرة يعني أول مرة بالنسبة لك غير تاني مرة غير تالت مرة كل مرة بيبقى أسهل صحيح فالنهار ده لما تلعب كل النهايات دي مع نادي الألفة طبيعياً خلاص الموضوع بالنسبة لك بقى معروف أنا هعمل إيه التجهيزات اللي بتحصل قبل أهم من الكورة نفسها التجهيزات النفسية والمعنوية والإعلامية والتصرحات وبتكتب إيه ما وإيه اللي بتكتب وإيه اللي بتكتب إن هي كنحية التانية الحرب اللي دايرة دي حرب يعني أقصد إن هي حاجة حرب كاروية آيوة مفهوم فالدايرة دي مهمة جداً بتفاصيلها وبعد كده ناخد بقى الكورة جنب الكورة بقى توفيق المدرب في اختيار التشكيل الأنسب للمباراة والجاهز واللعيبة اللي هتبقى فائقة في اليوم دا هو دا الموضوع نعم التحضيرات اللي في الأول دي مهمة جداً بشكل مرعب بزداد في النهائيات وفرق شمال أفرق طيب هسألك على حاجة فيه ناس دايماً رأيين يقولك والله المدرب وخالي إن كانت حديداً على مارس الكورة والله مارس الكورة اللي هو أخطاء عديدة جداً بس اللعيبة هي اللي بتخلصته المتشاط رأي تاني يقولك أسطلق اللعيبة مش جيدة بس هو المدرب عظيم جداً فعريف يشغلهم رأيك ايه في المقولة دي أو دي لا لعيبة كويسة جداً مدرب كويس جداً ولكن الأفكار دي وليدة ترتيب أسبوع يعني أنا كمدير فن برتيب أسبوع على لعيبة معينة وعلى طريقة لعب طول الأسبوع دا ممكن يحسر فيه متغيرات فيه يعني ممكن إصابة لعيب يجي له شد حاجة قبل اللقاء بيوم يدربك لك كل حساباتك ممكن تتغير هنا صح كده طيب ممكن يبدأ بقى اللقاء وخلاص نمرتب خلاص مفيش إصابات ومحضر الأسبوع ولعيبة جاهزة وهبدأ اللقاء أول عشر دقيقة تلات لعيبة مش شايفين مش موفقين خلاص المباردة بتبقى مقارية كان فيه لعيب من ما مش عايز يقول اسم عشان يعني أنا من أول ربع ساعة كان لازم أنا وجهة نظر كان يغير بعد ربع ساعة أو تلت ساعة مش هو مش في يوم ولعيب كبير جدا ولعيب كويس ومؤثر ولكن ده المبرارة الماضية فأنا أصد إن انت عندك البداية بتعرف إن اللعيب ده مش معايا أنت تتكلم على لعب عظيم جدا وقدة للنادي الأهلي كتير جدا هو عامل السلية أنا أصدق يعني هي مش محتاجة ليه إنه خاصة عامل السلية مش محتاجين نقول إنه هو لعيب مش جيد هو ده واحد من أهم اللقاء أنا أصد إن اللقاء ده بس اللقاء ده هو ما كانش فيه منبين من أوله حتى الفينيش اللي حطه مش ده مش كده أنت مش عامل السلية أنا عارفينك فأنا خلاص أنا كمدير الفينيب أبقاري خلاص يمليون مش بتاعه فأنا هنا ابتدت إن أنا عندي لعيب أو اتنين أو تلاتة مش في حالتهم فأضطر تغير هتغير الشكل طب هتغير الشكل هتنزل مين طب للنازل ده هنلعب بنفس الطريقة تلاتة أربعة تلاتة ولا هنعمل أربعة واحد أربعة واحد ولا هتشتغل إزاي هتغير تاني فأنا كل دي أفكار دايرة وممكن في ضمن الأفكار ما تمشيش معك فيقولك المدرب مش في يوم الحاجة الوحيدة اللي أنا قدره اللي أنا بلومه عليها وهفضل اللومه عليها التغيرات متأخرة جدا التغيرات هنا مش تغير فني بس أوقات فيه تغيرات معنوية ونفسية لما هو قادم يعني أنت أوقات بتعمل تغير مش فني بس ده ممكن تعمل تغير لو أنا عملت تغير مثلا ربع ساعة في الأول ده معنى إيه إن أنا بحل مشكلة وفي نفس الوقت بعلم اللي إبدا أنت ممكن تطلع بعد ربع ساعة هيبقى شاكلك وحش فلازم تبقى بعد كده مركز كويسا فهنا أنت عندك معطيات كتيرة جدا الناس بتاخد النواة تغير لأ إحنا أنت بتلعب في فرقة يعني عندك ماتشاط دوري وماتشاط أفريقيا كل العبعز تبقى موجود طيب لو أنا النهاردة حسيت إن أنا بعد ربع ساعة ممكن أخرج هعمل إيه عادي مش هقدر أنا هخرج إنما لو أنا ضامن إن أنا كده كده هلعب على الأقل 60-70 دقيقة هيبقى فيه ما هنديش مشكلة أنا مش عايز دي أنا عايز دايما أن يبقى دايما اللاعب حسن أنه ممكن يخرج فيه وقت بس أنا حسيت إنه مبارات ما زينبي اللي فادت تحديدا باستثناء عمر السلالي ما كانش يومه مثلا إنه كل اللاعبة كانت بتأدي أدارها بشكل رائع جدا أنا ليه كمدرب أبقى مضطرة غير يعني ليه ليه هو نفسه قال كده في مؤتمر الصحفي قبل كده قالك التغييرات ملهاش تويتات ومش لازم أغير يعني لأ مش لازم صح كده ممكن تبقى اللاعبة اللي معاية تتكمل 90 دقيقة وجاهزين كويسين أنا مش مع التغيير أنا مع التغيير لما يبقى عندي مشكلة وبيبقى فيه مشكلة أنا عمري ما هطلب منك والفرقة سابتة فرقة متماسكة والفرقة عاملة كل اللاعبة عاملة أدوارها بشكل كويس وإنت لها مش لازم أغير طبعا خالص مقولتش كده ولكن هلأ بقى أنا عندي في نادي الأهلي من 3 إلى 4 لعبة في كل مركز أحسن من بعض ومعا مش تغييرات لأ طبعا لازم اللاعبة دي كلها تجهز لازم اللاعبة دي كلها تبقى رجلها في الملعب لازم اللاعبة دي كلها تبقى حاسة أن هي قريبة طيب